رحلة العجائب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فرضت فيها الصلاة على المسلمين قدرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لتفريج كربه بسبب كل الهموم اللي تعرض لها النبي في عام الحزن والرحلة دي النبي هيلتقي فيها بالأنبياء كلهم وهيشوف فيها النبي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولو حبيب تعرف أكثر عن رجوع النبي من الطائف وكيفية دخول مكة وموقف قريش من رحلة الإسرائي والمعراج وتعرف تفاصيلها وتكتشف بنفسك إزاي تمت الرحلة يبقى لازم تكمل معانا الحلقة للآخر بس أبنى من إبدأ حلائتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وقفنا في حلائتنا اللي فاتت عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف وخروجه للدعوة خارج مكة لأول مرة وانتهاء رحلة النبي بوصوله أبواب مكة لكن النبي هنا توقف لأنه مش عارف هيواجه قريش إزاي بعد اللي حصل في الطائف خصوصا أن ممكن أهل الطائف يكونوا أخبروهم بقدوم سيدنا محمد وطلبوا للنصرة فقدر النبي واقف على أبواب مكة مع زيد ابن حارثة ولكن خطرت في بالي النبي فكرة وهي أنه يبعد زيد العدد من قبائل مكة إلا على خلاف مع قريش يطلب منهم الحماية علشان يدخل مكة وبالفعل رح زيد العدد من القبائل يطلب منهم إنهم ينصروا النبي ويحموا من قريش لكن أغلبهم رفض إلا مطعم ابن عدي اللي وفق على حمايته ومساعدته لدخول مكة ودع مطعم أبنائه وطلب منهم إنهم يلبسوا لبس الحرب ويروحوا على أبواب مكة علشان يستقبلوا محمد وده معناه إنهم مستعدين لأي حرب وصدق أي اعتداء على محمد وبالفعل دخل سيدنا محمد مكة ورح عند الكعبة علشان يصلي والتف أبناء مطعم ابن عدي حول النبي علشان يحموه هو بصلي فجاء أبو جاهله سال مطعم ابن عدي هل أسلم أم بيحمي محمد فقط فرد مطعم وقال يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم وفي الوقت ده صديقي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة يوسف والمفسرين أطلقوا عليها اسم سورة المحزنين وده لإنها لا يقرأها محزون إلا سري عنه وفر جيكربو وسبب نزلها على النبي في الوات ده إن الله عز وجل أراد موساة النبي وأن يعلمه أن الأنبياء قبله تعرضوا للأذى أيضا فنزلت الموساة لسيدنا محمد متوارية في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وكيف أن الله فرج همه ومحنته ورفعه مكانا علي وعوض فقده لأبي وصبره على أذى إخوته ولتهديئة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه بأن الفرج يتبع الضيق وسعتها قال النبي رحم الله أخي يوسف لو أنا آتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرات الإجابة حين قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ولم تكن المؤساة مقتصرة على سورة يوسف فقط بل أرد الله أن يفرج كرب نبيه أكتر ويطمئنه ويشد من أزره وده عن طريق رحلة حصل فيها إلى عجائب طبعا هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبيذكر المؤرخين والمحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من الليالي بين اليقذة والنوم وده تقريبا كان في السنة العشر بعد البعثة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الملائكة في هذه الليلة وكان معهم إيناء من ذهب وشقوا بطنه وغسلوها بماء زمزم ويقول النبي بين أنا عند البيت بين النائم واليقذان فأتيت بطسط من ذهب ملي أحكمة وإيمانة فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملي أحكمة وإيمانة وبعدها يا صديقي جي جبريل للنبي ومعه دبة غريبة الدبة دي مش موجودة عندنا في الدنيا لأنها دبة من السماء وبيوصفها النبي وبيقول إنه لنها أبيض وإنه طولها بين البغل والحمار فسأل النبي جبريل عن الدبة دي فجبريل قال له أن اسمها البراق وده جف تكملة حديث النبي وأتيت بدبة أبيضة دون البغل وفوق الحمار البراق وبعدها أخذ جبريل النبي في رحلة إلى بيت المقدس ولما وصلوا إلى المسجد الأقصى ربط النبي البراق في حائط المسجد الأقصى ومن هنا جاء تسمية حائط البراق المعروف في وقتنا الحالي نسبة للدبة اللي كان ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ولما وصل النبي للمسجد الأقصى تفاجأ بوجود عدد كبير من الناس جوه المسجد ولما سأل جبريل فرد عليه جبريل أن العدد ده هو كل الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسى عليهم السلام تخيل معاك كده صديقي واست الجمع الهائل ده من الأنبياء مين اللي هيكون إمامهم وقت الصلاة أكيد مثلا هيجي في بالك أن سيدنا آدم أبو البشر هو الإمام أو مثلا سيدنا إبراهيم خليل الله أو موسى كليم الله ولكن كانت المفاجأة هو أن سيدنا جبريل يقدم سيدنا محمد في محراب الإمام علشان يكون هو إمام الأنبياء في الصلاة وإمامة النبي في الصلاة دلالة على تشريف صلى الله عليه وسلم هو أمته وكمان دليل على أن كل الأنبياء بعثوا من عند الله عز وجل لغاية التوحيد فكل الأنبياء على دين واحد ولكن الاختلاف فقط في الشراء وروي عن النبي قوله فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقافي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأمامتهم وبعد الصلاة جي جبريل للنبي ومعاه ثلاث أواني واحد في لبن وواحد في خمر وواحد في ماء وطلب منه يختار منه فاختار النبي إناء اللبن فقال له جبريل هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمر وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر في الجاهلية وكان في الوقت ده الخمر لسه ما تحرمش في الإسلام بشكل قاطعي ومن وقتها اتحرم شرب الخمر على المسلمين حرمة قاطعة فدع جبريل لسيدنا محمد وأمته بالهداية والرحلة دي صديقي اسمها رحلة الإسراء لأنه أسرب النبي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء في قوله تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما عن رحلة المعراج وهي انطلاق سيدنا جبريل بسيدنا محمد من المسجد الأقصى إلى السماء وبيقول النبي في ذلك ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء قال جبريل عليه السماء قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة قال قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنين فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى وده معنا إنهم لما دخلوا للسماء الأولى شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل آعد ولكن على يمينه وشماله ضل اسود ولمه بينظر على يمينه بيضحك ولكن لما بينظر على شماله بيبكي فقال الرجل دا للنبي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فسأل النبي جبريل عن الرجل وإيه اللي بيحصل معاه فرد عليه جبريل وقال له إنه ده سيدنا آدم وإنه بيضحك لما بيبص على يمينه علشان بيشوف ذريته اللٍّ آمنت ودخلت الجنة ولما بيبص على شماله بيبكي علشان بيشوف الباقي من ذريته اللي كفروا ودخلوا نار فبيبكي على حله بعد سيدنا جبريل صعد بالنبي محمد إلى السماء الثانية وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيا فقالا مرحبا بك من أخ ونبي وده معنا يا صديقي إن سيدنا محمد لما طلع للسماء الثانية شفيا سيدنا عيسى وسيدنا يحيا وسلم عليهم وسلموا عليه بعدها صعد للسماء الثالثة وبيذكر النبي ويقول فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي وبعدها صعد النبي للسماء الرابعة ويذكر النبي وبيقول فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي وبعدها صعد النبي للسماء الخامسة وقابل فيها سيدنا هارون وسلم عليه وذكر النبي دا وقال فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي وبعدها صعد للسماء السادسة وهناك النبي شاف سيدنا موسى وذكر النبي عن لقائه بموسى فقال فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بك فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي وكان سبب بك سيدنا موسى إنه برغم بعثت سيدنا محمد بعده إلا إن الله يدخل من أمة محمد الجنة أكثر من أمة موسى وبعدها صعد للسماء السابعة وفيها قابل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وطبعا جد النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب بيرجع لسيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام وبيقول النبي في لقائه بسيدنا إبراهيم فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل قيل من معك؟ قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي وكان سيدنا إبراهيم جالس عند البيت المعمور وقال النبي لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنهقي عان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبيقول النبي فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم شوف يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم شاف البيت المعمور والبيت المعمور مسجد في محاذاة الكعبة وبيدخل يصلي فيه كل يوم سبعين ألف ملك ولما بيخرج من المسجد مش بيرقع لي مرة تانية وأل صلى الله عليه وسلم البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا وسعتها من شدة انبهار النبي بالملائكة اللي شافها طلب من ربنا إنه يحكي القوم عن واحد بس من الملائكة دي ويوصف ليهم فربنا أذن لي فقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة تم تخيل صديقي حجم طول الملك دائه طبعا مش هتقدر تتخيل لأنه شيء لا يمكن يتخيله عقل وكمان بيقول النبي في وصفه لكثرة عدد الملائكة ومدى طاعتهم لله عز وجل إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابعي إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذثتم بالنساء على الفراشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى والنبي هنا بيوصف إن السماء مليئة بالملائكة وإن من كثرة عددهم ما فيش فيها موضع أربع أصابع إلا وفي ملك من الملائكة إما ساجد أو راكع لله عز وجل وده جف قول الله عز وجل في سورة فصيرة فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وعند رؤية النبي للملائكة كانوا يسلموا عليه ويضحكوا له إلا ملك واحد لم يضحك عند رؤية النبي وظل متجهما وهو مالك خازن النار فقال صلى الله عليه وسلم تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا وداعى بمثل ما دعوا به إلا أنه لم يضحك ولم أرى منه من البشر مثل ما رأيت من غيره فقلت لجبريل يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك إليه ولم أرى منه من البشر مثل ما رأيت من غيره قال فقال لي جبريل أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضحكا إلى أحد بعدك لا ضحك إليك ولكنه لا يضحك هذا مالك خازن النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذي يوصف لكم مطاع ثم أمين ألا تأمره أن يريني النار فقال بلى يا مالك أري محمدا النار فقال فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى قال فقلت لجبريل يا جبريل مره فليرضها إلى مكانها قال فأمر فقال له أخبي فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل حتى إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها المهم يا صديقي إن نواة سعود سيدنا محمد للسماء شم رائحة جميلة جدا فسأل جبريل على الرائحة الجميلة دي وبيروا إن صلى الله عليه وسلم قال لما كانت الليلة التي أسرى بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها فسأل النبي عن ماشطة ابنة فرعون وإحكيتها فرد عليه جبريل وقال له بينما هي تمشت ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدر من يديها فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبي كلا قالت أخبره بذلك قالت نعم فأخبرت فدعاها فقال يا فلانا وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أحب أن تشمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال ذلك لك علينا من الحق قال فأمر بأولادها فألق بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضى وكانها تقاعست من أجله قال يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحبت وما زال النبي يسير في السماء مع جبريل حتى مر على مجموعة من أهل النار فقال لم عرج بي مررت بقوم لهم أذفار من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم فقلت ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وأثناء مرور النبي صلى الله عليه وسلم في السماء شاف ناس ليهم أظافر من نحاس وبيجرحوا بها وجوههم وصدرهم فلما سأل جبريل عن هوية الناس دي وليه هم بيعملوا كده رد علي جبريل وقال له أنهم كانوا بيتكلموا في أعراض الناس بالسوء وده جزاء ما فعلوه في الدنيا وهنا يؤطر النبي لقاعدة مهمة مرتبطة بالأخلاق في الإسلام فالإسلام دين بيحافظ على الحقوق والأعراض بالقول والفعل فروية النبي لهؤلاء رسالة وضحة ومبشر الأمة وتحذير من الخوض في أعراض الناس بالباطل وصعد النبي بصحبة جبريل حتى وصل لآخر مكان وهو سدرة المنتهى والسدرة دي شجرة كبيرة بيوصفها النبي صلى الله عليه وسلم إن أورقها تشبه آذان الأفيال وبيقول ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر ورقها كأنه آذان الفيول وبيكمل النبي في وصف للشجرة دي وبيقول إنه بينبع من قذرها أربع أنهار منهم نهرين ظاهرين ولما سأل النبي جبريل عن النهرين الظاهرين قال له إن واحد منهم النيل والتاني الفرد ودقي في قول صلى الله عليه وسلم في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ومن أحدث المعراج إن الصلاة فوردت على أمة محمد خلالها في السماء السبعة ودى دليل على جوهرية الصلاة في الإسلام فهي عماد الدين ولا يقوم للمسلم دنيا ولا دين بدونها فهي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ولكن المدهش هو عدد الصلوات اللي فرضها الله عز وجل فربنا عز وجل فرض على المسلمين خمسين صلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي خمسون صلاة وأثناء نزول النبي من السماء قابل سيدنا موسى فسأله عما حدث معه فرد سيدنا محمد علي وقال له أن ربنا فرض على أمته خمسين صلاة ساعت سيدنا موسى قال له أن قومك مش هيقدر على العدد ده وقال له يعدتاني يطلب من الله عز وجل لتخفضها على أمته وبالفعل عاد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل التخفيف فخففها الله عز وجل إلى خمسة وعشرين فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا موسى مرة تانية وأخبره أن تم تخفيف الصلاة لخمسة وعشرين فرد علي سيدنا موسى وقال له أن أمته مش هتقدر ورجع النبي إلى الله عز وجل مرة تانية يطلب منه التخفيف ولكن ربنا عز وجل قال لسيدنا محمد لا يبدل القول لدي يعني لن تتغير وجعلها خمس صلوات بأجر خمسين صلاة ولما رجع لسيدنا موسى مرة تانية وحكى للا حصل فرضع لسيدنا موسى وقال له قال له أنه يرجع لربه مرة كمان لكن سيدنا محمد قال له أنه استحى من الله عز وجل فقال ففرض الله على أمة خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك قال قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت ربي فوضع شطرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحيت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جناب ذا اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم شكل الجنة وجملها ورح الطرابها إنها مثل رائحة المسك وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت انتهت الرحلة ورجع النبي لمكة مرة تانية وكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة في الحلقة الجاية هنكمل سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ونعرف هل قريش هتصدق النبي وتقتنع برحلته وهيكون رد فعلهم إيه وهل المسلمين نفسهم في مكة هيصدقوا معجزة الإسراء والمعراج هاستنى رأيكم في التعليقات واستنوا حلقتنا الجاية من مسلسل السيرة وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر